يشهد معرض أهلا رمضان بالغردقة إقبالا كبيرا من المواطنين ويضم المعرض 15 عارضا من التجار وفروع السلاسل التجارية لجميع السلع الغذائية بكميات كبيرة وبأسعار مخفضة وذلك لتوفير جميع السلع الغذائية الأساسية بأسعار تقل 20% عن مسيلاتها بالأسواق وأعرب المواطنون بالغردقة عن سعادتهم بتوفير أسعار مخفضة للسلع الغذائية الأساسية التي يحتاجونها مشيدين بدور الدولة في مواجهة الغلاء أقمنا عدة معارض بمدينة الغردقة وجميع مدن محافظة إن شاء الله اتباعا المعرض يعني تماز هذا العام إن معرض متخصص في السلع الغذائية الأساسية لتوفيرها بسعر يعني عملنا على توفير المنتجات بسعر الجملة عملنا اتفاقيات مع كبرى السلسل التجارية في الغردقة وبحل أحمر عموما والمنافذ وأصحاب المخافز والسلسل وقعدنا واتفقنا إننا ما فيش حاجة اسمها احتكار ما فيش حاجة اسمها تخزين لازم كل اللي عنده سلع لازم يطلعها للمواطن عشان سعر السلع ما يغليش طبعا فبالتالي لما يحصل كده يبقى السلع كلها متوفرة احنا بنشكر طبعا القادة السياسية أنها فكرت في مثل هذه الحلول الغير تقليدية لتوفير السلع الأساسية لجميع الأسر وجميع المواطنين في البحر الأحمر